وفقا للوثائق التي قدمتها روسيا في الاجتماع مولت الولايات المتحدة حوالي 336 مختبرا بيولوجيا مدنيا وعسكريا في 30 دولة في العالم تتوزع في أفريقيا وأوروبا وأسيا وغيرها وفي بعض المناطق لا توجد المختبرات البيولوجية العسكرية والمدنية الأمريكية بكثافة عالية فحسب بل إن أعدادها في ازدياد دائم وقالت روسيا إن هذه الأنشطة المخالفة لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية تشكل مخاطر حقيقية للسلام والأمن الدوليين وهي تجعل كل دولة في العالم غير أمنة لأن التهديد البيولوجي الذي يشكله استخدام الأسلحة البيولوجية لا حدود له وأضافت روسيا أن معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية دخلت حيز التنفيذ رسميا في عام 1975 مع ذلك فإن الولايات المتحدة ورغم كونها دولة موقعة على هذه المعاهدة إلا أنها الدولة الوحيدة المعارضة للإنشاء أهلية تحقيق متعددة الأطراف للمعاهدة منذ عشرين عاما وأعربت روسيا عن قلقها إزاء هذا الأمر ودعت المجتمع الدولي إلى الحذر من ذلك وخاصة لحماية الدول النامية الضعيفة وتجنيبها تهديدات التجارب البيولوجية ترجمة نانسي قنقر